مسى الخير عندما تحكمك جمهورية الأمونيوم تصبح النيترات على أفا مينيشيل وأثبتت أطنان حوش الحريمة التي عثر عليها اليوم أن المواد القابلة للتفجير وحدها المتاحة في بلد يختزن الساعق وآيل للانفجار ربطة الخبز تقلص وزنها وارتفع سعرها صفيحة البنزين لامست المائتين والخمسين ألفا على مؤشر الطاقة الكهرباء انعدمت في معمل دير عمار وانتقلت عدواها إلى معمل الزهراني مع قيمة مضافة في سيطرة قوى الأمر الواقع على بعض المحولات حتى باتت فروع شركة الكهرباء خارجة عن السيطرة وعلى معضلة تأمين التيار الكهربائي غادرت البواخر على إكرامية تأمين ساعة تغذية وفي جعبتها مليار دولار وسمسرات مكشوفة للناس مستترة على قضاء مستقيل الدولار بسط جناحيه بعد استراحة محارب وعاود التحليق على ارتفاع تجاوز سقفة تسعة عشر ألف ليرة تعرفة الهاتف من مستحيل زيادتها إلى إن شاء الله وغدا لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا يحدث على مرأة حكومة معا للإنقاذ ومختصر قولها للمواطن لا تشكيل ببكيلك ففي ذكرى قداسة مار شربل تزنر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأربعة وزراء موارن من النوع غير المتفجر وقصد بكركي طالبا البركة والصلاة والدعاء والمعجزات لكن أمام هموم الناس فالعين بصيرة واليد أصيرة المشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية شك ميقاتي ضيق الحال والحيلة أدار وجهه على القبلة وقال إن السعودية هي قبلة السياسية والدينية بصلوات الخمس ولكن كما هو معروف فإن من أركان الصلاة السجود والركوع طلب ميقاتي معجزة في بكركي صلى في اتجاه القبلة السعودية وقصد مضارب المملكة الهاشمية في زيارة شخصية ومن الصرح نفسه جزم وزير الداخلية بسام المولوي للبطريارك الراعي من أن الانتخابات النيابية في موعدها وعم نعمل شغل حلو وكأن ما يجري الإعداد له هو انتخاب ملك جمال النواب أما عن حسمه موضوع أذنات الملاحقة في تفجير مرفأ بيروت فأكد مولوي أنه سيطبق القانون وقد يفاجئ البعض فيما سيقوم به وفي انتظار المفاجأة فأن الثلاثية النيابية المستدعى إلى التحقيق حاصر المحقق العدلي طارق البطار بطلبات رد جديدة بعدما كان قد حدد مواعيد جلسات استجوابهم الأسبوع المقبل فالنائبان المدع عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر اخترا ربع الساعة الأخير للمثول أمام البطار وقدما دعوة رد البطار عن ملف المرفأ وهذه المرة أمام محكمة التمييز المدنية وفي الوقت الضائع اختار النائب المدع عليه نهاد المشنوق الارتياب المشروع لنقل الدعوة لكن وزير الداخلية السابق لجأ إلى التحكيم الفرنسي واستحصل على استشارة من المرجع الدستوري البروفيسور دومينيك روسو الذي أفت بالمرجعية الحصرية للمحكمة العليا في محاكمة الرؤساء والوزراء والتحقيق مع الوزراء السابقين وفي أن الادعاء على الوزراء السابقين ينتهك مبادئ المادة السبعين من الدستور وكان الوزير السابق يوسف فنيانوس قد تقدم بطلب نقل دعوة للارتياب المشروع قبل أن يتقدم بإخبار بالتزوير الجنائي بحق القاضي طارق البطار وعليه فإنما قبل التاسع من تشرين الأول لن يكون كما بعدها فبعد هذا التاريخ ستعود الحصنات إلى قواعدها مع انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب وقبل هذا التاريخ حول المدع عليهم مذكرات التوقيف إلى كرة يتقاذفونها بين القوانين والمحاكم التمييزية والمدنية وبين الاحتمالات والاحتيالات على التحقيق لإمرار الوقت والعودة إلى الاحتماء وراء الحصنات ومن مساعي كف اليد التي تتجرأ وتمتد إلى سياسيين مدع عليهم في تفجير مرفأ العاصمة فأن بيروت اليوم ردت بعضا من الصفعة وواجه المستقلون والنادي العلمني الأحزاب وحدهم وقطفوا نصرا جديدا بتسعة مقاعد في انتخابات الجامعة اللبنانية الأمريكية وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت والتصويت أونلاين فأن الصوت ولو عن بعد بوده